يعطيكم العافية مدارس الوطن العربي مادة التربية الوطنية درس الكرك للصف الثامن درسنا اليوم عنوانه الكرك هو الدرس الثاني من الوحدة الأخيرة في مادة التربية رح نتعرف بداية على موقع وتسمية مدينة محافظة الكرك بهذا الاسم تقع الكرك في جنوب المملكة الأردنية الهاشمية تبعد عن العاصمة عمان 120 كيلو متر يحدها من جميع الاتجاهات من الجنوب الطفيلة من الشمال مأدبة ومن الغرب الأغوار الجنوبية والبحر الميت ومن الشرق محافظة إمعان طبعا كم يبلغ عدد سكان محافظة الكرك في عام 2015 316 ألف نسمة طبعا الكرك عرفت بعدة أسماء قير مؤاب كرك موبا وكرخا وكاركو هاي الأسماء كلها أرامية الأصل تعني القلعة أو المدينة المحصنة طبعا في عدة ألويات تبع لمحافظة الكرك وهي لواء قصبة الكرك ولواء القصر والمزار الجنوبي ولواء عي وفقوع والأغوار الجنوبية ولواء القترانة على ما يدل تعدد الأسماء القديمة للكرك على تعدد الحضارات والأمم اللي تعاقبت عليها على من؟ على محافظة الكرك طبعا لو إجينا نعرف كرخا هي من الأسماء التي أطلقت على الكرك وهي أرامية الأصل ومعناها القلعة أو المدينة المحصنة وهي جواب سؤال واحد من أسئلة الدرس عرف بدنا نتعرف الآن على التطور المناخي على التطور عفوا التاريخي لمحافظة الكرك هلا طبعا فيه كتير عصور قامت على الكرك بداية العصر الحجري الحديد وأيضا عثرة على أثار يعود إلى العصر البرونزي أو الحديدي وتعاقب أيضا عليها المؤابيون الأشهريون الأنباط اليونان والرومان والبيزنطينيون على أرضها وأقامت أيضا معركة مؤتة في عنا تاني تطور تاريخي وهو قوات الفتح الإسلامي اللي من سميها بداية الحضارة الإسلامية كانت بقيادة الصحابي الجليل أبو عبيدة عامر بن الجرح طبعا لماذا احتلها الفرنجة أو سبب احتلال الفرنجة لمحافظة الكرك بسبب أنها طريق التجارة بين الشام والحجاز واليمن والمصر في أيضا العصر الأيوبي أطلق على محافظة الكرك في العصر الأيوبي بأمارة الكرك الأيوبية العصر المملوكي طبعا هي كانت عاصمة الدولة المملوكية هي الكرك وهذه المعلومة كتير مهمة العصر العثماني طبعا في العصر العثماني أصبحت الكرك جزء من الدولة العثمانية وعانت الكثير من الظلم والطغيان إلى أن أتت تاريخ الحديث وهي بالقيادة الهاشمية بقدوم الأمير عبدالله بن الحسين إلى إمعان واهتم بالمدن الأردنية وبينها مدينة الكرك طبعا شهدت الكرك بنهضة عمرانية وعلمية وزاد فيها عدد المدارس بشكل ملحوظ وعدد المستشفيات وأيضا قامة على أرضها جامعة مؤتة ما هو تعريف معركة مؤتة؟ هي معركة قامت على أرض الكرك بين المسلمين والروم وكانت هاي المعركة لها ثلاثة قادة من المسلمين زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبدالله بن رواحة واستشهدها جميعا فيها وتولى القيادة بما بعد خالد بن الوليد اللي انسحب بجيش المسلمين بشكل استراتيجي وهي تعريف من أسئلة الدرس سؤال واحد عرف معركة مؤتة هلأ بنتعرف على المعالم الحضارية اللي كانت بتحتضنها محافظة الكرك بداية قلعة الكرك طبعا هي من القلاع المهمة في الأردن يعود التاريخ إنشاؤها إلى المؤابيون استخدمها الأنباط شو الدليل على استخدام الأنباط لهاي القلعة وجود تماثيل نبطية منقوشة في أساس بناء القلعة لماذا تم بناء قلعة الكرك وهو سؤال ثلاثة فرع ألف من أسئلة الدرس لتكون حصنا يحمي القدس ويقطع الطريق التجاري إلى الحجاز ولفصل مصر عن بلاد الشام ومنع قيام أي اتحاد بينهما ثاني معلم وهو قرية ميديين تعريفها هي قرية تبعد عشر كيلو متر جنوب الكرك فيها عين ماء جاري تمثل أنها أقدم موقع ديني في الأردن وذكرت في القرآن كيف ذكرت بالقرآن أو سبب ذكرها في القرآن لأنه سكنها سيدنا شعيب عليه السلام وهاجر إليه سيدنا موسى عليه السلام الآن رح نتعرف على مقامات الصحابة طبعا هي تحديدا وين كانت موقحها في لواء المزار الجنوبي التابع لمحافظة الكرك من هاي الأضرحة أضرحة الذين استشهدوا في أرض معركة مؤتة وهو زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة من المواقع الأثرية الأخرى في محافظة الكرك مدحف النبي لوت وهو أخفض مدحف بالعالم وموقع باب الذراع ورجم النميرة اللي بعود إلى أي حقبة؟ الحقبة النبطية وأيضا أدر أدريانوس اللي هو طبعا شو تعريف أدر؟ هي عبارة عن بلد أو بلدة نسبة إلى الأمبراتور الروماني أدريانوس اللي طبعا بنى العديد من المعابد الرومانية وكان فيه إلها شواهد هاي المعابد اعتبارا على أنها أساسات ضخمة ما زالت موجودة حتى الآن رح نتعرف على رابع معلمه هي محمية الموجب تعريفه هي من المواقع الطبيعية المهمة في الكرك اللي بتجمع بين أخفض بقاع الدنيا وأعلى مرتفعات الأردن كيف يعني؟ أنا بتمتد من جزء يدخل في البحر الميت وإلى جبال الكرك ومأدبة شمالا وجنوبا لتصل إلى ارتفاع ألف متر فوق سطح البحر علشان هيك بتجمع بين أخفض بقاع الدنيا وأعلى مرتفعات الأردن طبعا سؤال ثلاث أنه لماذا يتم أنه محمية الكرك أنه تستهل أو تستحق الزيارة لأنها بتشكل بيئة عغنية وفيها تنوع لتداريس الطبيعة ولتكوناتها الجيولوجية طبعا هي بتحضظن العديد من النباتات تقريبا 300 نوع من النباتات وأنواع من الطيور البرية المقيمة والمهاجرة وأيضا العديد من أنواع الماعز البري والقطات والحيوانات الجبلية كالماعز الجبلي هاي أنواع على كائنات حية موجودة في محمية الموجب السبب أنها هاي تمثل مكانا آمنا محمية الموجب للعديد من هاي الأنواع الحيوانات لوعورة جبالها وصعوبة الوصول إلى بعض مناطقها رح نتعرف أخيرا على الكرك في الوقت الحاضر بين تطور الكرك في العصر الحديث اللي هو في عصر القيادة الهاشمية أنه شهدت تطورا عمراريا واقتصاديا ثقافيا مميزا حيث انتشرت فيها المدارس والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية والعلاجية وأيضا فيها الأماكن الأثرية والطبيعية اللي أصبحت إحدى محطات الحركة السياحية في الأردن طبعا حدثت هنا موقع معركة مؤتا وتأسست في نفس موقع المعركة جامعة مؤتا وهي من الجامعات الحكومية وأيضا فيها جناح عسكري بتخرج فيه عدد كبير من ضباط القوات المسلحة اللي قدموا دماؤهم فداءا عن الوطن وهيك بكون غطيت الدرس وأسئلته ويعطيكو ألف عافية